الجيش صور للوطن يعطي أيام المحن أرواحنا أموالنا تباله بلا زمن الجيش صور للوطن بلا دمالك الفنان نعطيك من شر العداء نضيقون تمرداء نضيقون تمرداء إن لم نكن نحن فرم إن لم نكن نحن فرمان الجيش صور للوطن حياكم الله سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان ونحن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حمات العراق فأهلا وسهلا بكم سلام على العراق وطن الخير والمحبة والوفاء سلام على العراق قاموس البطولة والتضحية والفداء سلام على شهدائه الأبرار وناسه الأخيار وجيشه المعطاء سلام على وطن الجميل وهو يعيش شهر البار الفضيل إنه شهر رمضان المبارك دعاء مستجاب وصيام مقبول وسلام دائم ونعم لا تزول صيام يليق بالبسالة والرجولة وإفطار على مائدة النصر والبطولة سلام على البواسل الشجعان في شهر الطاعة والرحمة والغفران سلام في شهر رمضان سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفينة رمضان مبارك استقبل السيد رئيس أركان الجيش رئيس بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال داني فورتن حيث بحثت جانبان الرؤى المستقبلي لأفق التعاون والتنسيق بين العراق والحلف في مجال التدريب وكسب الخبرات والاستشارة لجميع صنوف الجيش وباقي القوات الأمنية وأكد السيد رئيس الأركان خلال اللقاء أن بعثة الناتو تحظى باحترام ودعم كبير من العراق والنجاح وإنجاح مهمتها أمانة تاريخية في أعناقنا استقبل السيد رئيس أركان الجيش نائب رئيس الأركان البريطاني للانخراط العسكري الجنرال جاليز هيل وجرى خلال اللقاء وبحثه مناقشة التعاون والتنسيق بين العراق والمملكة المتحدة في المجال العسكري حيث أشاد رئيس أركان الجيش بالدور الكبير الذي تلعبه المملك ضمن قوات التحالف وحلف الناتو في العراق من خلال وجود مستشارها في المؤسسات العسكرية والصروح العلمية والتدريبية ترأس السيد رئيس أركان الجيش الجلسة الخاصة باللجنة العقود في وزارة الدفاع حيث ثم مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال حيث أكد السيد رئيس الأركان بأن لجنة العقود تأقض على آتقها اختيار صفقات الأسلح والمعدات من الدول المتطورة وذات مناشى عالمية ورصينة زار قائد القوات البرية نادي الجيش الرياضي واطلع على واقع العمل في أقسام النادي وعقد مؤتمرا مع لهيئة الإدارية تم خلاله تقديم إيجاز عن الواقع الرياضي والإداري وأهم المعاضل التي تواجه عمل النادي وأبدأ قائد القوات البرية بعض الملاحظات التي تخص نادي الجيش الرياضي وسبل تطوير الفرق المتمية إليه وجعل مستواها يضاهي مستويات أندية القطر لكافة الألعاب بهدف تعزيز أواصر التعاون والتقارب مع المواطنين وأظهار الجانب الإنساني الذي يحمله أبناء الجيش العراقي الباسل بكافة المستويات تواصل قيادة القوات الجوية جهودا في ترميم وعادة تأهيل المدارس بالقرب من قاعدة السلام الجوية حيث قامت القيادة بتجهيزها بالرحلات وتقديم جميع المتطلبات التي تحتاجها المدارس هناك إيمانا منها بهمية التربية والتعليم في بناء أجيال واعية ترفض البلد بالطاقات والخبرات وتعزيز روح العمل التطوعي تواصل قيادة القوة الجوية جهودها في ترميم وعادة تأهيل المدارس بالقرب من قاعدة السلام الجوية حيث قامت القيادة بترميم ثانوية دجلة للبنات وتجهيزها بالرحلات وتقديم جميع المتطلبات الضرورية التي تحتاجها لتدليل المعاناة التي تواجه إدارتها والطلبة أولا أنا أشكر اليوم إدارة ثانوية دجلة للبنات وأشكر الأخت الفاضلة مديرة الثانوية وأيضا أشكر بناتي الموجودات خلبي أنه جير المستقبل حقيقة اليوم ما الذي قدمناه اليوم حقيقة هو شيء جدا بسيط يعني عبارة عن رحلات وقسم ترميم الكهربائيات ولكن أتمنى من خلال هذه المبادرة القوة الجوية كانت سباقة في هذه المبادرة هذه السنة الثالثة بناء الأجيال هنا تبدأ في هذه المدارس التي تليق بإمكانيات هؤلاء الشباب هؤلاء الشابات الذين هم بالتأكيد هم الجيل المستقبل الجيل الذي سوف ينشأ عليه العراق الحديث المبادرة السريعة كانت بدعم من سيد القائد وقمنا بترميم الكهرباء والرحلات وإن شاء الله إحنا مستمرين بهذا العمل لأن يعتبر الطلبة هم جيل المستقبل وطلبة عزاء علينا وولدنا وبناتنا يدعمون بهذه المدارس لازم نقوم هذا شيء بسيط نقدمه بهذا المجال الكادر التدريسي والطالبات من جانبهم أثنوا على هذه المبادرات الإنسانية والوطنية معبرين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة القوة الجوية على ما قدموه من خدمات آنية وعينية لثانويتهم نفرحين جدا بزيارة الأساتذة للمدرسة وبالأخص قائد القوة الجوية وقائد قاعدة السلام ورفضونا بالأشياء تفيد المدرسة نقص عندنا بالرحلات رفضونا برحلات وتصطيح الكهربائيات الموجودة بالمدرسة وهذا جهود يشكرون عليه جزيل جزيل الشكر لازم أن يكون هناك تكاثف بين كل فئات المجتمع وكل مؤسسات الحكومية الموجودة بالمجتمع وإن شاء الله يوفقهم دائما لعمل الخير لجميع مرافق الدولة وتستمر مساعي البواسل في جيشنا العراقي البطل الرامي إلى تعزيز أواصل التعاون والتقارب مع المواطنين وأظهر الجانب الإنسان الذي يحمله أبناء الجيش والذي يوازي جوانب الشجاعة والتضحية التي يتحلون بها بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قيادة فرقة المدرعات التاسعة في معارك التحرير وتنفيذ لتوجهات السيد رئيس أركان الجيش ليكون عام 2019 عاما للتدريب والبناء تستمر قيادة الفرقة في تدريب كوادرها الفنية ومقاتلها الأبطال على مختلف الأسلحة في ميادين التدريب تفاصيل في سياق التقرير التالي انطلاقا من جعل عام 2019 عاما للتدريب والبناء وتنفيذا لتوجهات السيد رئيس أركان الجيش بهذا الخصوص يواصل فوج المشات الآلي أحد تشكيلات اللواء المدرع الخامس والثلاثين في الفرقة المدرعة التاسعة تدريباته التعبوية المختلفة وبالتدريب الإجمالي القسم الثاني من أجل زيادة معلومات المقاتلين وإتمام جاهزيتهم لتنفيذ كافة الواجبات التي يكلفون بها باشر فوج المشات الآلي الخامس الواء المدرع الخمسة والثلاثين في الفرقة المدرعة التاسعة بالتدريب الفترة التدريبية القسم الثاني بلقاء المحاضرات حسب منج التدريب المرسل إلينا من قبل المراجع والتدريب مستمر بشكل كامل للتهيؤ إلى جعل المراتب يرتقون إلى مستوى أفضل للتهيؤ لأي واجب يقلب به الفوج التدريب حاليا هو التدريب الجمالي القسم الثاني في المعارك للارتقاء بمستوى الجندي في التدريب يتضمن طبعا القتال في المناطق المبنية والقتال التعبوي والقاء المحاضرات والأضافة إلى الارتقاء بالتدريب البدني للمقاتل وعلى الصعيد ذاته وضمن تشكيلات الواء المدرع الخامس والثلاثين تواصل الكتيبة الخامسة وبمساعدة الكوادر الروسية تدريب منتسبيها الفنيين ومقاتليها على عمل وصيانة منظومات العمل في الدبابة تي تسعين لزيادة الخبرة الاختصاصية لدى كوادرها المختلفة بعد انتهى معارك التحرير ورجوع القطاعات الفرقة المدرع التاسعة إلى معسكراتها باشرت الفرقة بإجراء التدريبات وعادة تنظيم للقطاعات حاليا تمر فترة التدريب الإجمالي حيث اللواء المدرع أربعة وثلاثين واللواء المدرع خمسة وثلاثين يقوم بتدريب على الدباب أبرامس والدبابة تي اثنين وسبعين والدبابة تسعين وعجلة القتال بي ام بي وان وهذا التدريب هو لرفع كفاءة القطاعات لكون الفرقة هي احتياط القائد العام للقوات المسلحة إضافة لذلك اللواء المشاة الآلي 37 بعد أن ننهى عملياته في منطقة القائم حاليا هو في فترة عادة التنظيم أيضا تم إعداد منهج متكامل لجميع الصنوف في اللواء وتجري عملية التدريب بإشراف مقر الفرقة كتيبة الخامسة حقيقة هي ثاني كتيبة دخلت للتدريب بعد ما رجعت من التدريب حاليا الخبراء الروسي الموجودين أيضا دينطون دروس تعليمية لكل منتسبين اللواء الغاية من عندها إعادة المعلومات لكل منتسبين اللواء وإجراء بعض التصليحات الطفيفة لهذه الدبابة وتشيك الزيوت والشحوم من قبل الخبراء الروس وحقيقة جنودنا أبطال وأكفاء من هذه الناحية لأنه اكتسبوا الخبرات بالسرعة الممكنة وحاليا لواء المدرع 35 جاهز لأيطار خدمة لبلدنا العزيز بعد انهاء التدريب الكتيبة الخامسة لواء 35 الفرقة المدرعة التاسعة على هذه الدبابة تم الشروع بعقد الصيانة وعقد التدريب الآن كما ترون أمامكم يقوم وفد الروسي بتدريب مقاتلي الكتيبة الخامسة على صيانة بعض أجزاء الدبابة وعلى كيفية استخدام بعض المنظومات تلقينا معلومات عملية ونظرية وكان أغلب معظم مشتركي الدورات بتفوق وباشتياز وبتقدير جيد جدا وأغلبهم بتقدير جيد جدا وممتاز التدريب المستمر على مختلف الفعاليات الميدانية والأسلحة المتنوعة هو السياق الجديد والهدف الآن الذي اتبعت وزارة الدفاع للارتقاء بلياقة وجهزية البواسل في القيادات وأسلحة الصنوف إلى أعلى مستويات الخبرة والتطور والجهزية ضيفت الكلية العسكرية رئيس المحكمة العسكرية الثانية العميد الحقوقي حسين علي هادي ليلقاء محاضرة تثقيفية قانونية لطلاب فوج الإمام علي بن بي طالب عليه السلام الدورة 109 قدم فيها شرحا لقوانين العسكرية وواجبات الجيش العراقي ودوره في حفظ أمن الدولة الخارجي والداخلي ضمن سلسلة المحاضرات التثقيفية ضيفت الكلية العسكرية رئيس المحكمة العسكرية الثانية العميد الحقوقي حسين علي هادي ليلقاء محاضرة قانونية لطلاب فوج الإمام علي عليه السلام الدورة 109 قدم فيها شرحا للقوانين العسكرية واجبات الجيش العراقي ودوره في حفظ أمن الدولة الخارجي والداخلي فضل عن شرح قانون الخدمة والتقاعد وقانون العقوبات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الخاصة بوزارة الدفاع بناء على دعوة من دارة التدريب والكلية العسكرية بإلقاء محاضرات على طلاب الكلية العسكرية الغاية منها نحن بالمحاكم لدينا تجربة أنه واجبنا أن نحدد الجرائم وشنو دواعي مبسح نعاقب ونصدر أحكام لا شنو أسباب وقوع الجريم فبالتالي لاحظنا أنه كثير من الجرائم ده تقع نتيجة إهمال فإحنا جينا ننطي محاضرة نحدد بها مفهوم الجريمة والسبل الوقاية منها نعلم طالب الكلية العسكرية أنه مستقبلا راح يصير ضابط وبالتالي الضابط مسؤولية أمام المؤسسة اللي ده يخدم بيها فأكو جرائم ده ترتكب ليست نتيجة عمد بل نتيجة إهمال فحتى نعرف للضباط والطلاب شنو هاي الجرائم شنو دواعي وقوعها ليش لا توقع وبالتالي حتى نحد من عدها تطوير قابليات الطلاب أو تزويتهم بالمعلومات العملية فيما يخص العقوبات المترتبة على المخالفات اللي تحدث في الذمة أو بالمخالفات الضبطية أو كيفية التعامل مع أي حادثة أو جريمة أو مخالفة ضبطية تحدث داخل الوحدة وإفهام الطلاب وتطوير قابلياتهم على كيفية معالجة المشاكل وكانت محاضرة السيد القاضي هي عبارة عن توصيات إلى طلاب الكليا عسكرية يستفادوا من عدها خلال حياتهم العملية لغرض تطوير قابلياتهم طلاب الدورة 109 أكدوا أن هذه المحاضرة كانت في غاية الأهمية كونها تحدد مسؤولياتهم مستقبلا كضباط بعد تخرجهم من الكلية العسكرية والعمل بمختلف وحدات الجيش الأراقي فضل عن تزويدهم بالمعلومات القيمة بشأن كيفية التعامل مع الجريمة والعقوبات الضبطية التي تحدث داخل وحداتهم حقيقة محاضرة نافعة جدا وقد استفادنا منها العديد من الأمور وحقيقة كانت لنا دافع للنجاح والسعي من أجل تقديم كل ما هو أفضل لنا من حيث عدم التوقف على هذه الحدود الكلي أن نتخرج ونقف بل نسعى أيضا لنصل إلى أعلى درجات النجاح إن شاء الله لإعلامي وزارة الدفاع محمد شوئي تنفيذ لتوجهات السيد رئيس أركان الجيش واستثكان لشهدائنا الأبرار قامت عمليات بغداد متمثلة بالفرقة السادسة بتغيير اسم سيطرة ذراعي دجلة باسم الشهيد بارق المرسومي ومن جانب آخر قدمت قيادة عمليات بغداد مساعدات إلى عواء شهدائها الأبطال تفاصيل في سياق التقرير التالي تثمينا للتضحيات الجزيمة التي قدم شهدائنا الأبطال في تحرير الأراضي من العصابات الإرهابية قامت قيادة عمليات بغداد بتغيير اسم سيطرة ذراعي دجلة التابع للواء الثاني والعشرين قيادة فرقة المشات السادسة إلى سيطرة الشهيد المقدم بارق المرسومي بحضور ذوي الشهيد والذين بدورهم أشهدوا بهذه المبادرة لما تحمل من معاني كبيرة في استذكار الشهداء الأبرار توجيه من السيد رئيس أركان الجيش المحترم وسيد قائل عمليات بغداد المحترم وسيد قائل الفرقة المشات السادسة المحترم بأن الشهداء خالدين في قلوبنا وتضحياتهم باقية فبالتوجيه من السيد قائد العمليات تم تغيير تسمية سيطرة ذراع دجلة الموجودة أمامكم إلى تسميتها باسم سيطرة الشهيد المقدم بارق المرسومي بحضور أهل الشهيد وأبناءه ووالده وأخوانه وحشد من الناس والقادة الموجودين نقدم شكرنا وتقديرنا إلى السيد قائد العمليات والسيد قائد فرقة السادسة والسيد عامر اللواء والسيد عامر الفوج وكافة الضباط والمراتب ولدنا الشهيد بارق كان شجاعا لا يحب الانسحاب المباثر بل وضع صدره متراسا ضد رصاص العدو من جانب آخر تواصل تشكيلات قيادة عمليات بغداد تقديم الدعم والإسناد إلى عوائل الشهداء والجرحة تزامنا مع شهر رمضان المبارك حيث بادر قيادة العمليات بتوزيع سلة غذائية على هذه العوائل للتواصل معها وتقديم كافة أنواع الدعم لها لما قدم أبنائهم من تضحيات كبيرة نحن مولدها المجتمع هذا واليوم الجيش والقوات الأمنية سواجفها فقط حماية المواطن بل أيضا تقديم الخدمات والدعم الاجتماعي لهكذا فئات المجتمع وهي عوائل متعاففة وصدقني أنا أكثر سعادة من الناس اللي يخذت أنا حاليا أشعر بالسعادة أكثر منهم وهذا هو هدفنا وهذا غايتنا وهي هذا بركات الإسلام وبركات هذا الشهر الفضي لن تقتصر جهود أبطال الجيش العراقي على توفير الأمن بل كانت جانب الإنساني حاضرا لديهم من خلال الوقوف مع عوال الشهداء والجرح وتوفير كافة مستلزماتهم واستذكار ابنائهم من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن سادة المشاهدين فقرات البرنامج مستمرة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم ساعدة المشاهدين من جديد أقام التشكيلات المختلفة في الجيش العراقي مادة بإفطار جماعية للمقاتلين بغية التواصل بين القادة والآمرين ومنتسبيهم التفاصيل في سياق التقرير التالي مظاهر إيمانية وإنسانية متنوعة تتخلل الشهر الفضيل ومنها مآدب الإفطار الجماعي وخصوصا عندما تمتد سفرتها في رحاب المؤسسات العسكرية فهذا هو فوج المهمات الثالث أحد تشكيلات لواء المهمات في مديرية الاستخبارات العسكرية العامة يقيم وبحضور مدير عامل الاستخبارات مأدبة إفطار جماعي لمنتسبه وضباطه وسط أجواء رمضانية ووطنية جميلة تحقق النصر بفضل هؤلاء الأبطال ولهذا بات لزاما علينا كقادة أن نكون بين أبنائنا وأخواننا من رجال الاستخبارات العسكرية بعدما قطعوا شوط كبير في البناء وتطوير صنف الاستخبارات العسكرية اليوم الأبنائنا يفطرون على مأدبة الإفطار في حين إخوانهم الآن في محافظات أخرى في الأنبار والموصل يداهمون أوكار ما تبقى من داعش وحقيقة النصر الذي حصل في ساحة العمليات ما هو إلا نتاج الجهود الكبيرة لهؤلاء الأبطال سواء اللباط أو المراتب من رجال الاستخبارات العسكرية وفي إحدى النقاط العسكرية ضمن قاطع واجبات فرقة المشات السابعة عشر أقام الفوج الثاني في اللواء الخامس والعشرين وبحضور قائد الفرقة معدبة إفطار جماعي في تظاهرة إنسانية وإيمانية جميلة ومثلها بادر اللواء المدرع الخامس والثلاثون التابع للفرقة المدرعة التاسعة بإقامة معدبة إفطار جماعي لآمري وحداتي ومقاتلي اللواء وبحضور رئيس أركان الفرقة يقيم اللواء المدرع الخامس والثلاثين معدبة إفطار للألفة والمحبة والتقرب من الجنود وبهذا الشهر المبارك شهر المغفرة والرحمة نتقرب للجندي نحل نعرف المشاكل معاناته لكي نوصل إلى مرحلة جيدة وخطوة مثمرة لحل المشاكل من خلال وجودنا مع المتسبين اللواء في الميادين في ميدان المعركة وفي السلم حسب توجيه السيد قائد فرقة المشاة السابع عشر المحترم يكون الإفطار جماعي بذلك يعجد من قبل مقر الفرقة من ضباطه يترك الفرقة بالتواجد في النقاط ضمن قاطع المسئولية والإفطار الجماعي هذا يبعث الروح المعنوية مع المقاتلين نسبت شهر رمضان المبارك يقوم اللواء المدرع الخامس والثلاثون والفرقة المدرع التاسعة بمأدبة أفطار جماعية للمقاتلين على أرواح شهداء الجيش العراقي والفرقة المدرع التاسعة واللواء الخامس والثلاثون المدرع وكما نشكر أعلام مزارة الدفاع بالتقطية وتوثيق هذه الفعالية وضمن سلسلة التواصل الدائم بين الجيش والمواطنين وخصوصا في شهر رمضان الكريم أقام الفوج الأول في لواء المشاة الرابع والأربعين ضمن تشكيلات الفرقة الحادية عشر مأدبة إفطار جماعي وسط مدينة الأعظمية حضرها قائد وضباط ومنتسبوء الفرقة وجمع من شيوخ ووجهاء مدينة الأعظمية والله التواصل هو موجود يعني من قبل الفوج ومن قبل اللواء المتمثل بأمر اللواء وأمر الفوج بس اليوم نحن نلتقينا أيضا بالمواطنين وفطرنا فطور جماعي صار جماع بين المدنيين وبين الجيش حقيقة أسعدتنا وابهجتنا كثيرا ومؤكدين التلاحم والتواصل وإدامة اللقاءات ما بين منتسبين قوات المنسلحة وأبناء الشعب الواحد تحت خيمة عراق واحد وهذه الأفطار ما هو إلا دليل على وحدة الشعب ومكوناته جميعا نسأل الله أن يحمي جيشنا العراقي الباسل تحت خيمة عراق واحد إن شاء الله جهود كبيرة تبذلها أمرية الطبابة للفرقة المدرعة التاسعة من خلال توفير مستلزمات الطبية لمنتسبها في مختلف الظروف الزميل سلام الربيع يتجول في أمرية طبابة الفرقة المدرعة التاسعة وأعد لنا هذا التقرير تلك المشاهد كانت أيام المعارك حينما قدم رجال الطبابة العسكرية في الفرقة المدرعة التاسعة الخدمات الطبية للمقاتلين والنازحين لكن اليوم هناك العمل الكثير ما يستحق أن نسلط الضوء عليه مشاهدين الكرام هذه دعوة لمتابعة التفاصيل ت wasn't even a doctor weeks ago يابcir يعني ان فيه إохانسها ومن العظيم 보면 اوه которого تح ندع بعدما رجعنا من معارك التحرير إلى معسكر التاجيل معدامنا بساحثنا هنا بدينا أنه نأهل بوحدة ميدان الطبية كافة الأقسام الموجودة داخل وحدة ميدان الطبية وبدينا بنفس الوقت نستقبل المرضى اللي موجودين اللي يراجعونا يومياً من وحدات قيادة فرقتنا ومتابعة الجرحى الذين أصيبوا في قاطع العمليات الأنبار قاطع عمليات الأنبار وقاطع عمليات نين وتدري ذولا يراد لهم متابعة يراد لهم باستمرار ذولا يعني اللي يعد عيادات واللي يعد رسالات وعد علاج خارج القطر فذولا كلهم وعد مجال استحقيقية ويعرض على اللجام فذولا كلهم يعني متابعة كانت متابعة جداً شديدة بهذا المجال وتوجيهات السيد القائد بخصوص الجرحى كان يعني طيفة اهتمام جداً كبير ووقت جداً كبير للجرحى ونستوعب الجريح ويعني بقدر الإمكان أنه نحل المشاكل ترجمة نانسي قنقر مقصصة للمستزمات والأدوية والطبية التي تستنم من مدلية الأمور الطبية العسكري المستودع الطب الرئيسي بالحقيقة هي أصلاً خزين استراتيجي لكل الفرقة كل وحدات الفرقة يعني من تطلب واحدة مستزمات طبية مثلاً ضرعة الواجب معين في الشي نحن نجهيس من هذا المستودع الطبي الذي موجود حسناً في مقاعة الشي وحضراتكم بالإضافة لأن الصيدلية التي موجودة في الطوارئ تأخذ يومياً اكتيالها من هذا المستودع يسد النقص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تقع على عاتق مديرية الشؤون الإدارية في وزارة الدفاع مهام واجبات كبيرة من خلال استقبال الدورات للضباط والمراتب وادخالهم بدورات اختصاصة لكافة تشكيلات وحدات الجيش العراقي الزميلة حنان محمد أعدت لنا هذا التقرير تعد مدرسة الشؤون الإدارية احدى تشكيلات مديرية العينة والصنف الإداري في دائرة الميرة وصرح مهم لمؤسسات تدريبية في اعداد وتدريب الضباط والمراتب من صنف الشؤون الإدارية أقسام المدرسة عدنا عدة أقسام المدرسة وقسم جناح الضباط والجناح المراتب الجانح الإداري وعدنا شعبه الدراسات والبحوث تقوم مدرسة الشؤون الإدارية باستقبال الدورات من الضباط والمراتب صنف الإداري من هذه الدورات الموجودة هي الدورات الأساسية والدورات الحتمية والدورات التطويرية والدورات الاستثنائية حاليا عدنا من الدورات الاستثنائية هي دورة الدعم اللوجستي ودورة أعداد المعلمين والمعدة من قبل الجانب الصديق تفتح المدرسة على مدار السنة بدورات عدة أساسية وحكمية وتطويرية واستثنائية ودورات الدعم اللوجستي لضباط الركن على مدار السنة لكافة قيادات العمليات والفرق يبقى تدريب الوسيلة الأساسية للتقدم والعطاء وتطوير الأداء والقابليات ومنها الشؤون الإدارية تقوم مدرسة الإدارية وواجباتها التدريبية الأساسية هي إدارة وتدريب وتنفيذ الاقتصاصات في مدارس الصنوف بما يؤمن رفع الكفاءة القتالية والإدارية والفنية للاقتصاصات الفنية حسب لمتسبية وزارة الدفاع من الضباط والمراتب دخلنا الدورة الحتمية رقم 40 وأخذنا بها دروس الحفظ واجبات النار الضباط وصائل من المكتب حفظ الكتب كيفية تحفظها حفظ الوثاق وتصنيفها تم تعليمنا على الخياطة والحمد لله وشكر والولد كلهم جهود المدرسين جهود سيد الأمر مدرسة منتازة وتدريس جيد والحمد لله وشكر وجهود سيد الأمر ما قصر والجهود الولد تم التعليم على الدورة الحتمية والخياطة إعلام وزارة الدفاع حنان محمد أقامت قيادة الفرقة السابعة عشر مأدبة أفطار في دار الأيتام وبحضور قائد الفرقة وعدد من الضباط وتأتي هذه المبادرة لزرع روح الثقة والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد تفاصيل في سياق التقرير التالي هذا فعاليات الجيش العراقي لم تقتصر على أبناء المؤسسة العسكرية فحسب وإنما تعدت إلى فئات الشعب العراقي الأخرى اليوم قيادة الفرقة السابع عشر تفاجئ دار الأيتام بإقامة مأدبة رمضانية يشاركهم فيها قائد الفرقة اقوموا معنا جيد رئيس الركان الجيش المحترم مستعيد قائد عمليات بغداد المحترم على توطيد العلاقة مع المواطنين ارتأت قيادة فرقة المشاة السابع عشر وتشكيلاتها على أقامة مأدبة أفطار لدائرة أيتام العراق حقيقة في بغداد حقيقة يعني الجهود اللي بذلها الجيش والآن نحصل ثمراته هي التقرب إلى المواطنين هؤلاء الأطفال في شهر رمضان يستعجون إلى فرحة فارتأينا اليوم أن نكون فطورنا معهم دخم الفرحة وسرور لقلوبهم يوم وجودنا هنا وهذه المبادرة من قبل قيادة فرقة السابع عشر كان لها دور بارز في انزال الفرحة على وجوه هؤلاء الأطفال والبنات وكذلك تقديم الدعم بأن الجيش لا يقاتل فقط في سوح القتال وإنما أيضا متواجد داخل المؤسسات الخيرية والمؤسسات الأخرى وفي صالح وفي خدمة الشعب العراقي تقديم بالشكر بالنيابة عن منتسبين دار زهور العلوية ومستفيدات دار زهور العلوية من الأيتام إلى قيادة الفرقة السابع عشر على هذه الخطوة الإنسانية وهي رعاية أبوية من قبلهم في هذا الشهر المبارك للأيتام وقامت وجبة إفطار لهم واليوم الجيش بعد ما حرر المدن توجه هذه التوجهات الإنسانية وهي خطوة معنوية إيجابية للأيتام بإحساسهم أنهما أكوا أحد سند لهم مع إطلالة شهر رمضان الكريم عقد البواسل نيتهم على قضاء نهار الصوم في ملحقة العصابات الإرهابية والإفطار بالنصر عليها فانطلقت عمليات عسكرية ناجهة على الحدود للقضاء على ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وخلايه النائمة الزميل نصير البحارة عد لنا هذا التقرير من أجل أن لا تغمض للعدو عين ولا يهدأ له بال ولا يحطى رحالا له على الشبر من أرض عراقنا العزيزة الطاهرة سواء على حدوده الشماء أو في رحاب الوديان والصحراء تنطلق العمليات العسكرية الوحيدة تلو الأخرى بقيادة رصينة شجاعة وتنفيذ دقيق ومركزة من مختلف التشكيلات العسكرية التي تأخذ على عاتقها تنفيذ الواجب بكل شجاعة ومهنية وفداء لتقضي على ما تبقى من خلايا الإرهاب النائمة وبقايا فلوله المنهزة الله أكبر الله أكبر يا عراق الكريم الله أكبر الله أكبر كنا أسن اليمين الله أكبر الله أكبر يا عراق الكريم الله أكبر الله أكبر كنا أسن اليمين الله أكبر الله أكبر يا إجاد للقجاد للقجاد الله أكبر الله أكبر يا عراق الكريم الله أكبر يا عراق الكريم الله أكبر فرسان طيران الجيش الأصلاء وسقور القوة الجوية الأبطال رسموا في هذه العمليات العسكرية على أجنحة طائرتهم أبهى صور البطولة وهم يحلقون فوق سماء الوطن ليقذفوا بصواريخ الحق على أوكار الباطل وليحيلوها هباء منثورة فكانوا ولا يزالون سندا قويا لتشكيلاتنا البرية البطلة فأثبتوا إنهم فخر لعناوين السيادة الجوية ورمز للشجاعة والبسالة والإخلاص الله أكبر يا عراق الكريم الله أكبر يا عراق الكريم الله أكبر صنوف جيشنا العراقي الباسل لم تكن غائبة عن مجريات العمليات الأمنية التي تسعى إلى تطير كل شبر من أرض العراق وخصوصا الحدود والصحراء من دنس الإرهاب فكانت الاستخبارات العسكرية العين التي ترصد الأعداء وتسجل المعلومات الدقيقة عن تحركاتهم ليأخذ المشات دوره الرئيس في البحث عن فلول العصابات الداعشية بمساندة رجال الحديد والنار من صنف المدفعية البطلة ورجال الدروع الأشاوس وعصب الجيش رجال الاتصالات وغيرها من الصنوف الساندة التي تشترك جميعها في كل عملية أمنية يكون مسك ختامها نصر عراقي مؤذر أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع تقبل الله صيامكم وقيامكم ومنح وطننا الحبيب بدعاكم الأمن والسلام والإزدهار حتى نلتقيكم نترككم في أمان الله وحبه أرواحنا أموالنا تباله بلا زمن حول شيش يصور للوطن قيادنا الكالفدا نالك قلتنا الحديد من شر العدا قلتِكوه لكن تمرعده إلا منكو نحن فرن إن لم نكو نحن هفان الجيش صور للوضان